مركز التعليم الإلكتروني في جامعة الأمير سلطان يقدم كيفية عمل نسخة احتياطية واسترجاع الاختبار في موديل. في هذا الفيديو التعليمي سوف نتعرف على كيفية عمل نسخة احتياطية لاختبارك واستعادتها. في صفحة المادة، قم بتحديد الاختبار الذي تريد إنشاء نسخة منه. في صفحة الاختبار، انقر المزيد. ستظهر القائمة المنسدلة. اختر منها حفظ احتياطي. ستظهر أمامك إعدادات الحفظ الاحتياطي. حدد العناصر التي تريد تضمينها في نسختك الاحتياطية. تأكد من تحديد مربع، تضمين بنك الأسئلة. بمجرد الانتهاء من تحديد الخيارات. انقر على زر الانتقال إلى الخطوة الأخيرة. انتظر حتى يتم تحميل ملف الحفظ الاحتياطي. ثم انقر على استمر في الصفحة التالية. قم بالتمرير لأسفل إلى مساحة الحفظ الاحتياطي الخاصة بالمستخدم. انقر على زر التنزيل الموجود أمام الملف. بعد أن تم تحميل الاختبار على جهازك. يمكنك الآن استخدامه في شعب أخرى ومشاركته مع زملائك. انتقل إلى صفحة المادة التي تريد استعادة الاختبار فيه. ثم انقر بعد ذلك على قائمة المزيد. واختر إعادة استعمال المقرر في يمين الصفحة. انقر على القائمة المنسدلة. اختر استرجاع. ثم انقر على اختر الملف. وحدد موقع ملف النسخة الاحتياطية التي تريد استرجاعها. ثم انقر على استرجاع. في صفحة النسخ الاحتياطي. قم بالتمرير لأسفل. ثم انقر استمر. ستظهر لك قائمة المواد الدراسية. اختر المادة الخاصة بك. ثم انقر استمر. سيتم عرض عدادات الاسترجاع الخاصة باختبارك. قم بالتمرير لأسفل. ثم انقر التالي. في صفحة الاعدادات. انقر التالي. اخيرا قم بالتمرير لأسفل. وانقر تنفيذ الاسترجاع. انتظر حتى تكتمل عملية الاسترجاع. ثم ضغط استمر. يمكنك الآن التحقق من انه تمت عملية استرجاع الاختبار في صفحة المادة. لمزيد من المعلومات. قوموا بالتواصل معنا عبر قنوات المركز. شكرا لحسن متابعتكم.